اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين القطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الاخرى لعدد من المشروعات على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود انشاء البنية الاساسية لتلك المشروعات القومية خاصة تنمية واحد سيوى بالصحراء الغربية حيث وجه السيد الرئيس بان تتم عملية تنمية واحد سيوى في اطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز ويطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة انتاج ما تشتهر به من محصيل زراعية على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة وكذلك كمقصد سياحي فريد كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لانشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعية لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الاراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتة وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتة خاصة بمحافظة بورسعيد حيث وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية للمشروع والاسراع في استكمال كافة الدراسات الانشائية وفق اعلى المعايير البيئية والهندسية واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس تابع كذلك خلال هذا الاجتماع مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية وبالعاصمة الادارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط ان يضم مقار السفارات الاجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة وقد وجه السيد الرئيس بان يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والانشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطمي والمترددين عليه وفق اعلى مستوى وبالتكامل مع احياء العاصمة الادارية الاخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة